أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن مملكة البحرين حريصة على بناء شراكة استراتيجية مع دول الشرق وشعوبها ومنها اليابان وأن تطلع إلى أن تشهد منظومة التعاون مرحلة غير مسبوقة بالدخول إلى مجالات جديدة تعزيزا للعلاقات الوثيقة القائمة التي تربط البلدين هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر لقضبية صباح اليوم سعادة السيد كايوشي أساكو سفير اليابان لدى مملكة البحرين حيث هنأه سموه بمناسبة تعيينه سفيرا جديدا لبلاده في مملكة البحرين فيما جدد السفير الياباني دعوة رئيس الوزراء الياباني معالي سيد شينزو أبي إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لزيارة اليابان وخلال لقاء أعربى سموه عن ارتياحه للمستوى المتطور الذي وصلت إليه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات لسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مؤكدا سموه أن البحرين حريصة على بناء تعاون قوي مع اليابان في سائر المجالات في ظل الخطوات المتقدمة التي تشهدها العلاقات والتعاون بين البلدين والتي تشكل نموذجا مشرقا للعلاقة القائمة على الاحترام المتبادل والسعي لتحقيق المصالح المشتركة خاصة في ظل ما تمثله اليابان من ثقل اقتصادي وتجاري على المستويين القاري والعالمي إلى ذلك فقد أكد سموه تأييد مملكة البحرين لمواقف اليابان الدولية المتعلقة بالتصدي لظاهرة الإرهاب مشيرا إلى ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي والتنسيق بين أطرافه من أجل مواجهة الأرهاب والقضاء عليه وتجفيف منابعه وتطرق اللقاء إلى بحث أوجه التنسيق بين البلدين تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية متمنيا سموه للسفير النجاح في أداء مهام عمله الدبلوماسي ومؤكدا سموه له بأنه سيلقى الدعم والإسنادة من الأجهزة الحكومية لتسهيل مهامه الدبلوماسية من جانب يعرب سعادة السفير الياباني عن الاعتزاز بما لمسه من حرص سموه على الارتقاء بالعلاقات البحرينية اليابانية وتطويرها في المجالات المختلفة مؤكدا حرص بلاده على تطوير أوجه التعاون مع البحرين والارتقاء بها إلى مجالات أرحب منوها بما تشهده البحرين من نهضة وتطور على كافة المستويات بفضل جهود الحكومة برئاسة سموه وهنأ السفير الياباني سموه رئيس الوزراء بنجاح الانتخابات النيابية والبلدية وبتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة سموه